وطبعا بالنسبة لنا يعني القيامة مهمة جدا لأنه كل شي بيرتكز على القيامة حديثنا أنا وياك كرازتنا حياتنا سلوكنا كله بيرتكز على القيامة طبعا الرسول بوليس قال لو القيامة لو المسيح ما قامش فباطلة كرازتنا يعني إحنا بنكرز بمين بالزبط بالمسيح ميت أنا لو المسيح مات من أجل الخطايا ومات ما قامش فأنا دلوقتي أضمن منين إن هو كلامه صحيح ما فيش رجاء ما فيش قيامة أموات بالضبط أنا كمان باطل إيمانكم باطل إيماني لأن أنا مش هقوم أنا كمان أنا ما عنديش رجاء في القيامة أنا ما عنديش حياة أبادية فبالتالي أنا دلوقتي هو ده السبب اللي بيخلي إبليس يضرب في قيامة وصليب المسيح دايما إبليس بيضرب في هذا هذه النقطتين دول بالزات يعني النقاط دي هامة جدا إنه هو بيحاول إنه هو يشويه وطبعا الإسلام أنا عايزة أقول لك إنهم مختلفين أساسا في تفسير الآيات اللي بتتكلم عن صليب وموت المسيح في أول رأي بيقول إن المسيح رفع يعني بدون موت لم يصلب ولكنه رفع ما ماتش ورفع يعني وده طبعا اللي هو الشبيه دايما بيقول ولكن شبها لهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم يعني الفكرة إنه بيأمن إنه في شخص آخر استبدل بدل المسيح للأسف طبعا وده رأي ظالم جدا جدا لإلههم قبل ما هو يكون ظالم للمسيحية ليه؟ لأن لو أنا بقول يعني في شقين في موضوع شبها لهم ده أول شق إن الله قرر إنه هو يعمل دبلير للمسيح يعمل بديل للمسيح فتخيل أنت دلوقتي زي ما تكون بتتفرج على فيلم وبعدين البطل الفيلم ده فيه أماكن مثلا خطيرة أو بيقع من على سلالم فبيجيبوا واحد تاني اسمه الدبلير يحطوا مكانه بديل لي يمس الحاجات الخطيرة دي بداله علشان طبعا الممثل ما يتقلزاش استنت يعني في الإنجليزي الشخص اللي بقوم في الدور تخيل إن ربنا بقى يكون هو اللي اخترع الفكرة ده علشان يحط واحد بديل لمين؟ للمسيح علشان ما يصلبش هم جايين علشان يصلبوا المسيح أعداء المسيح أعداء رسالة المسيح والنتيجة إنه هو يقول إيه؟ لأ أنا ححط الشبه ده وهضل الناس دول بأن أنا أحط الشبه ده هوت على واحد آخر وطبعا ده بيثبت إن إله اللي جات له الفكرة ده هيت هو إله ضعيف ما قدرش إنه هو ينقذ رسوله تاني حاجة طب إنت النتيجة بتاعة الدبلير اللي أنت حطيته ده هيت إيه النتيجة بقى؟ أيها الزبطة ده اللي عم أفكر فيه دلوقتي هو خدع الرومين واليهود وخدع اليهود قادتهم وهنتهم وشعبهم وخدع أمهم الحواريين وخدع أتباع المسيح وأم المسيح اللي كانت عند الصليب وخدع كمان اللي كتبوا التوسيقات التاريخية المؤرخين كلهم اتخدعوا بهذه تخيل أنا في حلقة مضت يعني تكلمت أنت من تصدق هل تصدق النبوات التي لحصر لها في العهد القديم والمسيح نفسه عدة مرات تتكلم وتنبأ أنه الغرض لمجيئه أنه رايح لأورشاليم حتى يصلب ويموت في أورشاليم ويقوم في اليوم الثالث من تصدق آلاف الشهود والناس اللي الأعداء قبل الأصدقاء والناس اللي خلصت عند الصليب مثل قائد الماء مثل زوجة بلاطس مثل اللص التائب وإلى آخر يعني كل هاي شهود وبعد سبع قرون تيجي آية تقول لا ما هو ما متش أنتو بتهيئ لكو شو إحساس الآلاف والآلاف واللي ماتت من أجل المسيح والملايين اللي استشهدت واللي شفوه بأم عيونهم بموضوع القيام والشهود شو بيكون الإحساس تخيلي يعني أنا بقول أنه ده اللي شفتوه على التيفي على فكرة مستر كيندي اللي اغتلوه ومات هذا بتهيئ لكو أنتو يعني يطلع واحد بعد ميت سن هو مش هو هو بيتهيئ لكو هذا واحد كان لبس شبهه شو بيكون إحساس الملايين اللي كانت بتشاهد هذا الحدث طبعاً لا تفهم طب هم يصدقوا لي اللي بيقولهم أنا ده شبيه لي يصدقوا لي إحنا لين نرد على الموضوع ده طالما أنه زي يعني واحد ما عندهش أي دليل نقعد نستنفذ طاقاتنا وساعات وساعات وهو لا يؤمن بهذا الشيء النقطة بتاعة الدبلير أو البديل بتاع المسيح ده بيثبت أن الله فشل فشلاً زريعاً في تحقيق نبوة المسيح ربنا أرسل المسيح كرسول للمسيحية أبعت معاه رسالة فالله فشل فيه أنه هو يحقق هذه الرسالة لأنه هو دمر الرسالة دي من جزرها بموضوع الشبيه ده خدع كل المؤمنين وغير المؤمنين والمؤرخين والكل خدعهم بدل ما هو بكل بساطة كان يعمل معجزة ويرفع المسيح قدامهم فيؤمنوا بيه يعني هو الأسهل إيه أنه هو يرفع الله المسيح أمامهم للسماء كده يطلع ويثبت ويثبت نبوته لكن أنه هو يعمل الخداع ده طبعاً دي بينسف من الأساس كمال الله إحنا منسى أنه هذه الشجاعة من المسيح أن يروح للصليب مش ضعف يعني بحاولوا يفرجون كأنه منعمل المسيح ضعيف وإحنا دائماً منقول وهنا المسيحية لازم ينتبهوا اتكلم عن قيامة المسيح مين قام من بين الأموات أي شخصية في الوجود بعدين أصلاً هذا مناقض لطبيعة الله أنا بتكلم دلوقتي بحسب الكتاب المقدس لأن الله لا يمكر ضد أخلاقيات المسيح الكامل ضد طهارة التلاميذ اللي باعوا كل شيء وباعوا كل حياتهم لم يمتلكوا السنت عشان يروحوا يبشروا بالقيامة ويموتوا من أجل المسيح يعني ما رحوش على الطمع لا نسوان ولا حرب ولا خيل ولا احتلال ولا يعني دولا باعوا كل شيء عشان يربحوا المسيح فإذن يعني المعادلة كل ما يتطلب بليز سعة زمان بس اقرأ سعة زمان وفكرك كله رح يتغير اشتركوا في القناة